ترحب وزارة خارجية مملكة البحرين بالعمليات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية ضد المواقع التي انطلق منها الهجوم الكيميائي الذي استهدف مدينة خان شيخون بالجمهورية العربية السورية وأكيدة أن هذه الخطوة كانت ضرورية لحقن دماء الشعب السوري ومنع انتشار أو استخدام أي سلحة محضورة ضد المدنيين الأبرياء وتشير وزارة الخارجية بمضامين كلمة فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعكس العزم والرغبة في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله منوهة بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال مؤكدة وقوف مملكة البحرين إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في حربها ضد الإرهاب أينما وجد وبكل حزم وتؤكد وزارة الخارجية أن هذا الموقف الأمريكي الواضح يشكل دعما لجهود إنهاء الأزمة السورية وتشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بإعلاء مصلحة الشعب السوري الشقيق والعمل بكل جدية وشفافية لإنهاء معاناته وأن تتضافر كافة الجهود من أجل ضمان وقف إطلاق النار والتهيئة لمفاوضات تفضي لحل سياسي شامل استنادا إلى بيان مؤتمر جنيف واحد لعام 2012 وقرارة مجلس الأمن ذات الصلة وبما يحفظ لسوريا سيادتها وحدة أراضيها وسلامة شعبها